السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقف في رحاب آية فيها بيان لثمارات التسبيح وهي مفتاح من مفاتيح الفرج للمشاكل والهموم والكروب التي يعاني منها الإنسان في حياته اليومية نتحدث عن ثمارات التسبيح لله جل علاه يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود دعوة مفتوحة من الله عز وجل لعباده أن يصبروا إذا وجهتهم مشاكل أو ابتلاءات أو صعوبات أو كروب في الحياة وأن يبحثوا عن العلاج عن طريق التسبيح لله عز وجل في كل وقت وحين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود دعوة من الله تعالى للصبر سبب النزول نزول هذه الآية أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كلفه الله تعالى بتبليغ الرسالة كانوا المشركون من أهل قريش كانوا يقولون له كلاما جارحا منهم من يقول بأنه ساحر ومنهم من يقول بأنه مجنون ومنهم من يقول بأنه صاحب سلطان يريد السلطة ويريد الحكم كلام كثير وكان صدره يضيق صلى الله عليه وسلم ومن ثم ربنا أمره بالصبر فاصبر على ما يقولون تعرض الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم للكثير من الأذى وللكثير من الشدائد لو تعرض لها أي إنسان آخر لا وقع له انهيار كامل يصف ربنا سبحانه وتعالى سيكولوجية سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف ويقول وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ أن الله تعالى يقول يا أيها الرسول نأمرك بالإكثار من التسبيح أكثر من التسبيح في كل وقت ونزه ربك وأكثر من الحمد خصوصا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي ساعة ساعة الليل في كل وقت وحين أكثر يا محمد من هذا التسبيح والتكبير والذكر لله تعالى لأنك ستكون في أمس الحاجة للمساعدة الربانية وللدعم الإلهي فالتسبيح والتحميد والتنزيه والتنأو لله تعالى هو جلاء للهموم وفسحة للصدور وتفريج للقروب وأنص للنفوس واطمئنان للقلوب وهذا الأمر وإن كانت هذه الآية الكريمة نزلت في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن القرآن العظيم هو عام لكل الناس في كل زمان وفي كل مكان فالناس عادة يتعرضون للشدائد في الحياة يتعرضون للقروب إما عندهم أمراض وأسقام إما عندهم فقر وأمراض وعندهم حاجات وديون وإما عندهم خلافات عائلية وصراعات بين البشر وإما مجموعة كبيرة من الهموم والابتلاءات فالإنسان حتى يتمكن من أن يبقى منتصب القامة وحتى لا ينهار وحتى لا يضعف وحتى يبقى قويا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويبقى متماسكا العلاج في هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أي أكثر من التسبيح والتكبير في هذه الأوقات واصبر على ما يقع لك السؤال هو لماذا التسبيح وما المقصود به وما سر الإتيان به في هذه الأوقات لماذا ربنا عز وجل جعل هذا التسبيح هو جلاء للهموم وفرجة للصدور وأنس للنفوس واطمئنان للقلوب وتفريج للقرب لماذا هذا التسبيح جعله الله هكذا ولماذا ربنا اختر هذه الأوقات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن سطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا فقرأ هذه الآية قرأ هذه الآية الكريمة التي قال فيها ربنا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب فالنبي الكريم لما كان مع صحابته في إحدى الجلسات التي فيها الذكر كانت دوما يجلس مع صحابته للذكر وكان الوقت ليلا والقمر في اكتمال بدرا ويتأمل في ملكوت هذا الكون تبشرهم هذه البشرة سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته أي لا ينالكم ضيم في رؤيته بأن يره بعضكم دون بعض ثم نصحهم من أراد أن ينال هذه الحضوة وأن يرى ربه يوم القيامة إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا وأيضا في حديث آخر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكالا عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى ذكر الله الحديث الشريف يدل على أن الذكر هو من أعظم الأعمال شرفا عند الله فجميع العبادات اللي فيها الإنفاق وفيها المجادة العدو وغيرها كلها وسائط يتقرب بها إلى الله تعالى ولكن الذكر هو المقصود الأعظم والقلب الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يكون دوما منيرا ويكون دوما مشرقا ورحى جميع الأديان كل الأديان السماوية إنما جاءت لتحت أتبعها على ذكر الله عز وجل ومما يتير العجب قوله تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصلعون أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصلعون يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين على ترك الفواحش والمنكرات وتشتمل أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر لهذا قال تعالى ولا ذكر الله أكبر أي أعظم من الأول ومن القصص التي وقعت في الأهد النبوي تعين على تدمر هذا المعنى ما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عنه صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن سيدنا النبي يقول لأبي بن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن يا أبي فقال أبي وقد ذكرت هناك يا رسول الله عند الله وقد ذكرت هناك هل سماني الله عندك قال نعم سماك ربي فجعل أبي بن كعب يبكي بكاء شديدا حتى كاد يغمى عليه لأن الله عز وجل ذكره في السماء وسماه باسمه وهل هناك حضوة أعظم من هذه الحضوة وهل هناك مقام أعظم من هذا المقام لماذا سيدنا أبي بن كعب نال هذه الحضوة أن ربنا عز وجل سماه في السماوات وأمر نبيه أن يقرأ القرآن على أبي لأنه كان كثير الذكر كان لا يفتر عن الذكر ومن ذلك اليوم صار أبي يقرأ القرآن كل يوم حتى صار أقرأ الصحابة للقرآن أكثرهم قراءة للقرآن وأتقنهم للقرآن من هنا ننتبه أيها الأحباب الكرام لعظم الجزاء المذكور في الحديث الذي قال فيه من ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه الذي يذكر الله تعالى في ملائن الله يذكره في ملائن خير منه إذا كان هناك تجمع وكنت تذكر الله تعالى الناس ربما في التجمعات يتحدثون عن قضايا الدنيا يتحدثون عن المال عن التجارة يتحدثون عن بعض أمور له كالرياضات كرة القدم يتحدثون عن الفنون عن الغناء والطرب يتحدثون عن أمور متعلقة بالدنيا فإذا جئت وتحدثت بينهم عن ذكر الله واستمعوا إليك فإن الله تعالى يذكرك أيضا في ملائن أعلى في السماوات العلا كما ذكرت ربنا في ملائن ذكرك في ملائن خيرا منه ثم بقيت الآية يقول ربنا عز وجل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود يعني التسبيح يكون بعد الصلاة ضبر كل صلاة أي عقب الصلاة وفي الصحيحين عن أبي هرير رضي الله عنه من سبح ضبر كل صلاة تلاتا وتلاتين وحمد الله تلاتا وتلاتين وكبر تلاتا وتلاتين فذلك تسعة وتسعون وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا فضل عظيم هذا كنز من كنوز السنة ومن الليل فسبحه وأدبار السجود لما تنتهي من الصلاة تبدأ في التسبيح وتبدأ في الحمد وفي التكبير تلاتا وتلاتين مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله تلاتا وتلاتين مرة الحمد لله ثم التكبير الله أكبر الله أكبر تلاتا وتلاتين مرة المجموعة تسعة وتسعون وتختم المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قم بهذا الأمر غفر الله خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر هذه كرامة عظيمة من عند الرحمن السؤال أيها الأحباب الكرام لماذا التسبيح يكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لأن فيها أسرار ربانية قبل طلوع الشمس أي في صدر النهار ليبارك لك الله في نهارك وينعم صباحك لما تبدأ الدكر في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس ماذا تستفيد الله يبارك لك في النهار تبدأ النهار مبارك والله ينعم صباحك ويمر اليوم كله وأنت في أمان وفي اطمئنان وفي سلام الله يرعاك الله يحفظك لأنك بدأت يومك بذكره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها أي عندما يسفر ضوء الشمس بعد العصر ونقصان النهار ربنا إذا ذكرته في هذا الوقت سوف ينعم عليك بأن يطيب ليلك وينعم رواحك مساءك سيكون مساء طيبا وليلك يكون ليلا مريحا مباركا ومن آناء الليل آناء الليل أي في ساعات الليل هذا كمال الصفوة هذا خاص بأهل الله هذا لا نقدر عليه نحن يقدر عليه فقط نخبة من أهل الله لأن الناس في الليل ينامون نوما عميقا ولكن هناك الأحباب هناك أهل الله يستيقينون في منتصف الليل ويطرقون باب الرجا ويدكرون الله في حال الخلوة ومن آناء الليل وأطراف النهار أي استدم ذلك في جميع أحوالك الإنسان يذكر الله تعالى في كل هذه الأوقات قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار المقصود هو أنك تذكر الله تعالى في كل وقت وحين أطراف النهار يعني استدم ذكر الله في جميع أحوالك وما سر الإطلاق في آناء الليل والتقيد بأطراف النهار لماذا أطلق الله زمن التسبيح بالليل فقال آناء الليل وحدده في النهار وقال وأطراف النهار لأن النهار عادة يكون محلا للعمل والسعي فربما شغلك يكون مانعا لك من أنك تذكر الله وتسبحه وربنا يأمرنا بأن نضرب في الأرض ونسهم في حركة الحياة ونعمل ونجد للكسب فلهذا ربنا لم يحملنا فوق الطاقة بل قال فقط وأطراف النهار حتى نستعين على الطاعة وإذا سمعنا المنادي ينادي الله أكبر تركنا ما في أيدينا وذهبنا إلى الصلوات الخمس أما في الليل ليس هناك عمل أنت مستريح يمكنك أن تتفرغ فيه للذكر والتسبيح في كل أوقات الليل وأنت جالس وأنت مستيقب وأنت مستلق على فراشك وأنت على أي حمل الأحوال تذكر الله سبحانه وتعالى وأفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلب والخلو بالرب الخلو بالرب تكون أنداك في خلوة مع ربك لهذا قال ربنا عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطعا وأقوى مقيلة وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما لأن الليل وقت السكون والراحة أي أذكر الله تعالى في هذه الأوقات طمعا ورجاءا في أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك وتسعد به قلبك سبح تسبيحا دائما متواليا لأن نعم الله عليك متواليا لا تنتهي فكل حركة من حركاتك نعمة النوم نعمة الاستقاض نعمة الأكل نعمة الشرب نعمة البصر والسمع نعمة كل حركة من حركات التي تقع لك نعمة تستحق الحمد وكل نعمة من هذه النعم تنطوي تحتها عدة نعم فالحق سبحانه وتعالى يعطينا الكثير وخصوصا زمن التسبيح فنعيش معه في كل وقت قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبحوا أطراف النهر وهنا نقف عند قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجن عظيمة هذه الآية ليس فيها المتصدقين كثيرا ليس فيها الصائمين كثيرا ولكن فيها الداكرين الله كثيرا فربنا لما أمرنا بالصدقاء لم يأمرنا بالإكتار ولما أمرنا بالصيام لم يأمرنا بالإكتار قالوا المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات ولكن لما قال الدكر قالوا والداكرين الله كثيرا والداكرات لماذا؟ لأن الدكر هو أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى إذا واضب العبد على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا مساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة للانهار كان من الداكرين الله كثيرا والداكرات فالمراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا وراح من منزله ذكر الله ولا يكون من الداكرين الله كثيرا والداكرات حتى يذكر الله قائما وقاعلا ومضجعا ثم يختم ربنا عز وجل ويبين لنا الغاية من التسبيح ما هي الغاية من التسبيح؟ لعلك ترضى لعلك ترضى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النظار لعلك ترضى الغاية هي الرضا والرضا هي غاية كل إنسان يبحث الإنسان عن السعادة وعن الرضا ويسلق الناس في ذلك السبولا شتى وهذه الآية تبين لنا أقصر طريق وأيصره لتحصيل الغاية لعلك ترضى ونلحظ أن الحق سبحانه وتعالى يحث هذا العمل بالنفعية فلم يقل لعلي أرضى لعلي أرضى لربنا لا يحتاج إلى عبادتنا لكي يرضى وإذا ما قال لعلك أنت ترضى أيها العبد المؤمن أنت ترضى فكأن المسألة عائدة عليك ولمصلحتك والرضا أن تصل فيما تحب إلى ما تؤمل والإنسان لا يرضى إلا إذا بلغ ما يريد وحقق ما يرجو فالحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي إن الله يتجلى على خلقه في الجنة يا عبادي هل رضيتم فيقولون وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين قال أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وهل يوجد أفضل من ذلك قال نعم وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا هذا هو الرضا أن الله تعالى يرضى على العباد فلا يسخط عليهم أبدا وهذا الرضا في أعلى مستوياته فالغاية للتسبيح إذن أيها الأحباب الكرام أن ربنا عز وجل كلفنا به لكي نرضى نحن أن ترضى أنت وهذا يعود عليك بالنفع وإلا فإن الله تعالى مسبح له قبل أن يخلق الكون كله فلا يزد تسبيحنا لا يزيده في ملكه شيئا ولا ينقص من ملكه شيئا ولكن الرضا هو نحن الذي ننال ذلك يتم أنت لك الرضا حينما ترضي الله فيرضيك وتأمل في بديع صنعه خذ مثلا اليد التي تبتش بها وتأمل كم من مرأة مطوعة لك أصابعك تتجمع وتتمسك تمسك به الأشياء دون أن تشعر أنت بحركات العضلات وتوافقها كل هذا من عطاء الله ومن خيرة الله ومن بركات الله فلهذا أيها الأحباب الكرام إذا كنا نعاني في حياتنا من بعض المشاكل بين الفين والأخرى نواجه الشدائب إما نواجه الأمراض والأسقام وإما حين تواجهنا مشاكل مادية الفقر والديون أو تواجهنا الخلافات العائلية أو تواجهنا كروب الحياة الطريق المتلى لكي يخفف الله عن ما دزل الطريق الأسهل أقرب طريق للوصول إلى الرضا أقرب طريق للوصول إلى أن ربنا يخفف عنك مما تعاني منه هو هذا الأمر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود نكثر أيها الأحباب الكرام من التسبيح في كل وقت وحين وبذلك سوف يفرج الله عننا الهموم وينفس الله عننا الكروب ويحقق لنا الرجاء فضلا منه وإكرماء اللهم أمين اللهم أمين يا رب أحبابنا في الله سوف نفتح خطوطنا الهاتفية لنستمع إلى مشاكلكم وإلى همومكم ونتواصى معا نتواصى كيف نخفف عننا الألام وكيف نستمد المدد من عند الرحمن نستمد المدد من عند الله رب العالمين لكي يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكرومين ويحقق الرجاء لعباده المؤمنين ترجمة نانسي قنقر